طيب نرجع لحضراتكم وبالتأكيد في فترة تريند التريند عندنا موضوعات مهمة جدا وحيوية جدا ليه؟ أول حاجة هتكلم على مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائر انتوا متعودين مننا دايما ما بنقولش كلام للاستيلاك المحلي يهما نطلع نقول معلومة يهما نتكلم على خبر أو نتكلم على استعدادات فريق بس دايما بنبقى حارسين نوصل لحضراتكم كافة المعلومات اللي بتخص بالتأكيد كل مراحل مباريات الآلي خلال الفترة اللي جاي ماتش السوبر يوم الجمعة اللي جاي الساعة 9 فريق النادي الأهلي بكرا ان شاء الله السفر عقب التدريب الصباحي لأن التوقيت ما بين السفر الفريق لمباراة السوبر يا دوبك هتكون يوم 4-5 تلعب الجمعة فالوقت دايئة جدا خاصة ان المباراة جاية في توقيت يعني بعد نهاية الأشياء الدولية بوقت قصير جدا فقدر الإمكان قدر الأهلي يأخر معاة سفره لغاية يوم الثلاث عشان على الأقل لعبة الأهل الدوليين اللي كانوا في المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي يقدروا ينضموا للتدريبات يلعبوا مباراة دية كما هو محدد سلفا من مرسل كولر النهاردة مباراته مع طلاق الجيش بإذن الله فيقدر يجهز بالتشكيلة الأساسية خاصة في ظل كمان ان عنده غياب لعدد من اللاعبين الدوليين الحمد لله يمكن أبرزهم أليو ديانج منتخب مالي وافع على ان هو يسيبه يكون موجود مع الأهلي والحمد لله أليو ديانج حاليا موجود مع النادي الأهلي ويسافر مع الفريق بقرة لمطش السوبر الإفريقي ولكن لسه موقف علي معلول ولسه موقف بير ستاو هتكلم عليهم لأنه عندي معلومات مهمة بخصوص معلول تحديدا ولكن هتكلم على النهاردة مباراة دية فهتلعب النهاردة الاثنين هتتدرب بقرة تدريب صباحي خفيف ثم السفر إن شاء الله بإذن الله عاقب التدريب الصباحي تتدرب هناك الأربع في مدينة الطائف ثم الخميس والمباراة يوم الجمعة الساعة 9 بقيادة تحكمية للجابوني بير إيتشو اللي هيدير لقاء السوبر واللي تم اختياره من فيفا لإدارة مباراة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في اندونيسيا فبالتالي كولر عمل برنامجه ومحضر برنامجه من أول ما رجع من النمسا عمل أجهزة 48 ساعة تدريبات يومية سبت حد النهاردة مباراة دية بكرة تدريب صباحي وبعاكد الصفر إلى المملكة العربية السعودية طيب موقف معلول الاتحاد التونسي لا يمانع إطلاقا في ترك علي معلول للنادي الأهل والاتحاد التونسي طرق اختيار أو طرق إعلان القرار أو سلطة اتخاذ القرار للمدير الفني جلال القدري المدير الفني المنتخب التونسي طالما الأمر فني بحت فبالتالي القرار مش هيكون للجامعة التونسية هيكون القرار لجلال القدري من خلال اتصالاتي قدرت أعرف مع مصادر رسمية على فكرة أن جلال القدري طلب من الجامعة التينوسية أن علي معلول بس يدخل للتدريبات مجرد ما وصل للقاهرة مبارح ويكون موجود في التدريبات منتخب تونس مبارح والنهاردة إذا فكر أنه ممكن يكون فيه بديل لعلي معلول وشايف أنه ممكن علي معلول ما يلعبش مباراة مصر بكرة الساعة 7 جلال القدري هيوافق على ترك علي معلول للنادي الأهلي وبالتالي علي معلول يسافر بكرة مع النادي الأهلي ولكن بعد تدريب اليوم المسائي إذا جلال القدري شايف أنه في أشد الاحتياج لمشاركة علي معلول في مباراة تونس ومصر الودية غدا على السادة الدفاع الجوي فبالتالي علي معلول مش هيكون مع بعثة الفريق في الصفر غدا ولكن إن شاء الله بعد مباراته مع منتخب مصر يقدر يسافر على طول بعد المباراة وعلى فكرة يعني حتى صفره من صباح السلساء إلى مساء السلساء مش هتفر كتير رحلة الصفر من القاهرة للسعودية يعني مش هتاخد أكتر من حوالي ساعتين أو ساعة ونصف ولكن الأزمة كلها تبقى بالنسبة لبيرس تاو أليو جانج الحمد لله تحلت مش هيكون معاهم في المباراة الودية في أبيتجان فبالتالي موجود الحمد لله في القاهرة بيرس تاو بقى عنده مشكلة في فكرة إيه؟ هو الحمد لله تم الترتيب لإجراءات السفر والكابتن سامير عدلي قدر يحل المعضلة الكبيرة دي ليه؟ لأن أنت المفروض موجود في جنوب إفريقيا عشان تسافر للمملكة العربية السعودية في خطوط طيران ممكن تخليك توصل للسعودية بعد 24 ساعة ويتخلل رحلة الصفر ما يقرب من حوالي رحلتين أو تلات رحلات ترانزيت هتسافر من جوانيس بيرج إلى قديسة بابا إلى ترانزيت واحد من قديسة بابا للقاهرة إلى ترانزيت اثنين من القاهرة إلى السعودية ممكن تسافر لجدة أو الرياض إلى ترانزيت تلاتة وعجدها تسافر للطائف فصعب جدا رحلة صعبة جدا في نفس الوقت عندك خطوط خليجية تسمح لللاعب للسفر من جنوب إفريقيا مثلا لغاية الإمارات لغاية قطر فبالتالي هيبع عندك رحلة ترانزيت واحدة تقعد في قطر أو في الإمارات عدة ساعات ومنها على طول إلى المملكة العربية السعودية فالجهاز الإداري قدر ينجح في الجزية دي عشان ما يكونش في ترانزيت ومدة سفر أطول لأن بالتأكيد الرحلة دي ممكن تعمل إرهاق كبير جدا لبيرستاو يجيلك السعودية ما يكونش قادر أساسا يلعب المباراة وده للأسف نتيجة طبعا التخبط اللي حصل في الموعيد وأن لقاء السوبر يتعامل بعد الأجندة يعني بوقات داية جدا الأجندة تخلص للتلات هتلاقي نفسك بتلعب السوبر يوم الجمعة فرق 48 ساعة ورحلات السفر في القرى الإفريقية من زي أوروبا يعني أوروبا أنت ممكن تلعب في فرنسا بعد ساعة أو ساعتين بالقاطر تكون موجود في ألمانيا في هولندا فالقصة سهلة عموما دي الترتيبات الخاصة بلقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري إن شاء الله فريد اتحاد العاصمة في اللحظات اللي بتكلم معاكم في دلوقتي على فكرة سافر للمملكة العربية السعودية يمكن هو هيوصل قبل بعثة الأهل بـ 24 ساعة وده نتيجة زي ما بقول لحضراتكم الأجندة الدولية هي اللي عملت الأزمة دي وضمكم على الشاشة هي لقطات من تحرك فريد اتحاد العاصمة الجزائري وصفروا من الجزائر إلى السعودية وعدد من اللاعبين اللي تم اختيارهم من عبدالحق بن شيخة لمشاركة فريد اتحاد العاصمة في مباراته مع النادي الأهل تحاد العاصمة الجزائري على فكرة يمكن فيه لعبة كتيرة خرجت من صفوف الفريق في تدعمات جديدة عبدالحق بن شيخة عشان يستعد لمواجهة الأهل لعب مباراتين والديتين فهنشوف مدى الجهزية والـ 18 لعب اللي اختارهم للمشاركة في هذه المباراة وكان أكيد آخر موعد لتحديد أسماء الـ 18 كان بالأمس من قبل الاتحاد الإفريقي ده فيما يخص سفر فريق اتحاد العاصمة اللي هيوصل قبل الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم الأهلي لو كان عايز يسافر مبكرا كان ممكن يعمل ده ولكن نتيجة ارتباطات الأجندة الدولية وانضمام اللاعبين هو الأكبر الجهاز الفن اللي يأخر المباراة الودية اليوم الاثنين ويخلي السفر يوم الثلاث نتمنى التفاية رب للنادي الأهلي في هذه المباراة